بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمي أرحم الرحمن قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الأمثال في القرآن الكريم هو موضوع الحديث في هذا الدرس والدروس القادمة إن شاء الله تعالى أمثال القرآن الكريم ما المراد بالأمثال في القرآن الكريم يقتضي هذا مننا أن نعرف المثل ابتداء ما المراد بالمثل ثم ما المراد بأمثال القرآن ثم نجيب عن سؤال يتعلق بالأمثال وهو هل أمثال القرآن حقيقة أم خيال هل هي حقيقة واقعة وقعت في الوجود أو أنها مجرد ضرب مثال يعني لشيء معقول متخيل ليس له وجود هذا ما سنبينه إن شاء الله في هذا اللقاء واللقاءات القادمة أيضا نذكر مسائل أخرى تتعلق بأمثال القرآن الكريم المثل ما المراد بالمثل جرت عادة العلماء عند تعريف أي مصطلح كما تعودنا على أن يبدأوا بتعريف المصطلح في اللغة تعريف هذا اللفظ في اللغة المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مباحث في علوم القرآن قبل أن يبدأ في تعريف المثل قدم بمقدمة ذكر فيها أن الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت في قالب حسي يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيني يعني أن يمثل المعنى المعقول في الذهن بشيء محسوس في الواقع يبين هذا يعني هذا المثال الواقعي أو الشيء الواقعي يبين الشيء المعقول في الذهن فالمعاني السامية تحتاج إلى بيان عن طريق هذا الأسلوب من أساليب العرب في الكلام وهو ما يسمى بالتمثيل وقد يطلق عليه التشبيه أن تمثل صورة معقولة في الذهن بصورة محسوسة في الواقع للتقريب والبيان ولذلك يقول والتمثيل هو القالب الذي يبرز المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان بتشبيه الغائب بالحاضر والمعقول بالمحسوس وقياس النظير على النظير ثم قال وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالا فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له واقتناع العقل به وهو من أساليب القرآن في ضروب بيانه ونواحي إعجازه ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن من العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف ومنهم من عقد لها بابا في كتاب من كتبه فأفردها بالتأليف أبو الحسن الماوردي رحمه الله وقد طبع هذا الكتاب أخيرا أمثال القرآن للماوردي والسيوطي تكلم عنها في كتاب الإثقان حيث عقد لها مبحثا من مباحث هذا الكتاب الإمام بن القيم رحمه الله تكلم عن أمثال القرآن في كتابه إعلام الموقعين عندما تكلم عن القياس وأن القياس هو أن يلحق شيء بشيء ثم ذكر من تأصيل هذا الدليل من أدلة أصول الفقه وهو القياس ذكر تأصيله في القرآن بما يسمى بالأمثال فاستطرد في ذكر أمثال القرآن في كتاب إعلام الموقعين وأتى بكلام رائع وعلق على أمثال القرآن تعليقات قيمة في هذا الكتاب وقد طبع مفردا بعنوان أمثال القرآن لابن القيم وهو في الحقيقة ليس كتابا مستقلا وإنما جزء من كتاب إعلام الموقعين ذكر المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون وهذه الآية التي في سورة العنكبوت من الآيات التي كانت تخوف العلماء وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون لأن الله بين في هذه الآية بيانا صريحا بأنه لا يعقل هذه الأمثال إلا من كان عالما فكان العلماء قديما يقيسون علمهم ويستطيعون معرفة انتمائهم للعلم وهل هم من العالمين أو لا عن طريق أمثال القرآن الكريم فمن كان يعقل هذه الأمثال ويفهمها ويعرف مرادها والمقصود منها فإنه يستحق هذا الوصف ومن كان لا يعرفها فإنه ليس من العالمين لأن الله قال وما يعقلها إلا العالمون جمعوا عالم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتفكروا وأورد المؤلف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رفع أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله أنزل القرآن آمرا وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا وهذا الحديث رواه الترمذي وفيه كلام هذا ما يتعلق بالمقدمة التي أوردها المؤلف ما المراد بالمثل؟ المثل في اللغة الأمثال في اللغة جمع مثل قال المؤلف قال والمثل والمثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه لفظا ومعنى لفظا يقصد في الوزن مثل شبه مثل شبه مثيل شبيه يعني نفس الوزن في اللفظ أما المعنى فالأقرب والله أعلم أن القاعدة في الألفاظ أن اللفظ ليس بمعنى لفظ آخر من جميع الوجوه وإنما هناك فرق فيمكن أن يقال في التفريق بين المثل والشبه المثل والشبه المثيل والشبيه أن مادة المثل تعني المطابقة والمماثلة بينما الشبه فإنه يعني المقاربة ليس مثله تماما وإنما يشبهه وهذا المعنى معروف ومستعمل في لغتنا نحن نقول هذا مثل هذا يعني نفسه هذه النسخة من الكتاب مثل النسخة الأخرى تماما نسخة منها مثلها أما الشبه فهذا الكتاب يشبه هذا الكتاب يعني أن بينهما فروق وبينهما وجوه شبه وهذا يتعلق بمسألة الأسماء والصفات فنحن أهل السنة والجماعة لما نقول نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل هذا الأقرب ما نقول ولا تشبيه لأن نفظ القرآن ليس كمثله شيء يعني لا يماثله شيء أما الشبه فيوجد شبه في أصل الشيء مثلا فإن لله عينين سبحانه وتعالى وله يدين فنثبتهما كما أثبتها لنفسه لكن لا نمثل لا نمثل فنقول إنها مثل يد أحد من خلقه تعالى الله عن ذلك لذلك قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى المثل لله وأثبت له الصفات التي تليق به جل وعلا فنحن الأولى في توحيد الأسماء والصفات نقول ولا تمثيل ما هو لا تشبيه لأنه يوجد حد ولو قليل من الشبه ولو في أصل التسمية ولو في أصل التسمية فهذا ما يتعلق بالتعليق على قول المؤلف لفظا ومعنى لفظا في الوزن أما معنى فبينهما تشابه ولكن ليست متطابقة كما قال المؤلف رحمه الله ثم تكلم عن المثل معانيه طبعا المثل في الأدب هو القول السائر المحكي الذي يتناقل مثل الصيف ضيعت اللبن إنك لا تجني من الشوك العنب سبق السيف العذل وما شابه ذلك فهو قول سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله يعني الحال الذي حكي فيه الآن بالحال الذي قيل لأجله في الابتداء فالأول يسمى المضرب يعني الذي ضرب فيه الآن والأول يسمى المورد يعني الذي ضرب فيه أو لأجله ابتداء رب رمية من غير رام هذا مثل مشهور عند العرب يعني رب رمية مصيبة حصلت من رام شأنه أن يخطئ وأول من قال هذا الحكم ابن يغوث النقري يضرب للمخطئ يصيب أحيانا فإذا أحد لا يعرف عنه الإصابة فأصاب الآن نقول رب رمية من غير رامي فشبهنا مضربه بمورده الذي قيل فيه ابتداء وعلى هذا فلابد له من مورد يشبه مضربه أو يشبه مضربه به ويطلق المثل كذلك في اللغة على الحال والقصة العجيبة الشأن ومنه قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون ويطلق على يعني صار عندنا الآن ثلاثة إطلاقات المثل بمعنى الشبه والمثل هو القول المحكي السائر وفيه كتب أمثال القرآن التي أمثال العرب التي جمعت أمثال العرب ويطلق على الحال والصفة كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أي قصتها وصفتها ذكر المؤلف أن الزمخشري أشار إلى هذه المعاني الثلاثة في كشافه فقال والمثل في أصل كلامهم بمعنى المثل والنظير ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل ثم قال ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتسير ولا جديرا بالتداول والقبول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه ثم قال وقد استعير المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة ثم ذكر المؤلف أن هناك معنى الرابع للمثل ذهب إليه علماء البيان في تعريف المثل فهو عندهم المجاز المركب الذي تكون علاقته المشابهة متى فش استعماله وأصله الاستعارة التمثيلية كقولك للمتردد في فعل أمر ما لأراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى وقيل في ضابط المثل كذلك إنه إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه روعة وجمالا والمثل بهذا المعنى لا يشترط أن يكون له مورد كما لا يشترط أن يكون مجازا مركبا هذا الكلام يتعلق بالمثل في اللغة والبلاغة نتجاوز هذا الكلام حيث أورد المؤلف ما المراد بالأمثال في القرآن فاستعرض ما الذي يناسب المثل في القرآن من هذه المعاني إلى أن قال فأمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو الشبيه والنظير ولا يستقيم حملها على ما يذكر في كتب اللغة لدى من ألفوا في الأمثال إذ ليست أمثال القرآن أقوالا استعملت على وجه تشبيه مضربها بموردها ولا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان فمن أمثال القرآن ما ليس باستعارة وما لم يفشي استعماله يعني ينتشر ولذا كان الضابط الأخير أليق بتعريف المثل في القرآن وهو هذا إذن لو أردنا أن نعرف المثل في القرآن فهو هذا التعريف إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس سواء كانت تشبيها أو قولا مرسلا فإذا أردنا أن نعرف المثل في القرآن فنقول هو إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس سواء كانت تشبيها أو قولا مرسلا وهو الذي ذكره هنا قبل إنه إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه روعة وجمالا ثم عاد فبينه هنا فقال هو إبراز المعنى يعني المعنى المعقول في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس سواء أكانت تشبيها أو قولا مرسلا ثم نقل تعريفا لابن القيم فابن القيم يقول في أمثال القرآن تشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر ويسوق الأمثلة فتجد أكثرها على طريقة التشبيه الصريح إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء إلى آخره إذن هذا ما يتعلق بتعريف الأمثال وهو إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس سواء كانت تشبيها أو قولا مرسلا أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين